انفجار كبير هز اليوم الخميس 30 مايي 2024 منطقة ميناء الجرف الأصفر ضواحي مدينة الجديدة مما أدى إلى حريق في باخرة شحن تحمل اسم تورو روسو التابعة لشركة إثيوبية متخصصة في نقل الأسمدة وكانت على بعد 8 أميال من ميناء الجرف الأصفر من أجل نقل أسمدة الفصفات المغربي وكان طاقمها يتشكل من 28 مستخدماً وأوضحت مصادر لموقع اليوم 24 أن الانفجار الذي حدث على مستوى محرك الباخرة والتي يتجاوز عمرها 28 عاماً والحريق المهول الذي تلاه أدى وفق حصيلة أولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بحروق متفاوتة الخطورة وعرف ميناء الجرف الأصفر استنفاراً كبيراً في الوقت الحالي حيث حلت فرق إنقاذ الوقاية المدنية ووكالة الموانئ والدرك البحري والأمن الوطني مدعومة بطائرة هليكوبتر لتعزيز عمليات الإنقاذ ترجمة نانسي قنقر